قد فجأة يوك بيسو هات بروجروم بان ايه بلد مفاش بحر انا مش هعمل فيديو عن بلد ناشفة انجز يو ايه ازايكم المجر هي بلد في وسط اوروبا حاجة كده بتربك ما بين شرق اوروبا بغرب اوروبا حل حل تعداد السكان حوالي 10 مليون نسمة منهم مليون بره المجر يعني دي نسبة كبيرة طبعا يعني 10 مليون من السكان بره البلد بعد الحرب العالمية التانية ما بقاش فيه اي منافس بحرية حوالين المجر ما عندهاش بحر البلد صغرت وخسرت اجزاء كتير كان اهم جزء بالنسبة لها الجزء بتاع البحر متوسط كرواتيا اخدته ورحت افل عليها خلاص ما عندكوش بحر عشان كده لسه لحد النهاردة فيه حزازية كده ما بين كرواتيا والمجر وفيه ناس لسه لحد النهاردة بالطالب بارجوع الجزء بتاع البحر متوسط ده بس طبعا ما فيش الكلام لها رغم الحزازية دي الا ان فيه ناس من المجر كتير جدا مجريين بيروحوا يصحيفوا في كرواتيا في الصيف عشان هي بلد قريبة منهم ويروحوا بعربيتهم في 6 ساعات مثلا ما فيش بحرقة بس عندهم بحيرة اشطة يعني حد لاقي يعني اسمها بلاتون لاك بس هي بالنسبة لهم مش كفاية وما بيتحمسوش ابدا ان هم يروحوا لها عشان هي بتبقى زحمة قوي في الصيف عاملة مثلا زي اسكندرية في الصيف مثلا عندنا في مصر بتبقى زحمة جدا مليانة بالمصطوفين ودي حاجة مش بيحبوها يعني بس برضو دي بحيرة فالموضوع مخنوق مش بحر يعني انت شايف اخرها عندهم احتياج شديد للشواطئ والناس اللي بتشوفوا هناك في الصيف بيعبر عن قد ايه الناس دي محتاجة يشوفوا بحر المجريين لش عربية معادي المجريين في الصيف في الجنايين بقى الجنايين العامة كده بيخرجوا ويلبسوا ميهات ويعودوا في الشمس هناك يناموا بقى على دهرهم على بطنهم على اي حتة وياخدوا شوية شمس كده كأن في بحر بس مفيش بحر ولا حاجة ممكن تلاقي نفورة حد اعاد عن نفورة ومدلد الرجلي في المياه يعني كأن دي بحر وكده بس معلش المجر جميلة وفريدة وسهلة اي حد يعيش فيها لانها بسيطة ومتوضعة فيها حاجات كمان متطورة زي بلاد اوروبا الغربية كمان هي مش متبهدلة زي بقية دول اوروبا الفقيرة اللي حواليها ساعدنا كتير جدا في الحلقة دي مايكل ماك دي ودي فرصة ان انا اشكره قبل ما نكمل الحلقة يعني هو كتب معظم الاسكريبت ده فكان اهم حاجة نسأله السؤال المهم جدا في بسهات ايه اول حاجة لفتت نظرك يا مايكل مايكل قال لي ان نظافة الشوارع حاجة تجنن مع ان البلب مش متطورة قوي يعني بس النظافة عندهم شيء مقدس مقدس بقى يعني كدولة كنظام من بقى ادوات الاهتمام بالنظافة وكده وكمان كشعب ثقافة الشعب كمان يحبوا النظافة لفت كمان نظروا انه مفيش اوبر في المجر اول ما فكروا بس يفتحوا كده اوبر في المجر فسوائين التاكسيات عملوا اضراب فالحكومة بصت في الموضوع قالت لأ خلاص بلاش اوبر خالص بس عملت امبليكيشن للموبايل زي بتاعت اوبر بالزبط للتاكسيات نفس المواصفات بالتاكسيات عادي تعالوا نتكلم عن طبيعة الناس طبيعة المجرين في الوهلة الاولى كده اول ما تشوف كده ان في عنصري بس بعد كده بتلاقي ان طبيعة الناس كده ومفيش عنصري ولا حاجة طبعا ممكن يكون في حالات فردية بس في الاخر العموم لا مفيش عنصري بس هما كشعب بطبيعتهم منغلقين على نفسهم شوية هما مش ضد الاجانب بس هما مقفلين عن نفسهم بس انت برضو تخيل معي الشعب ده 9 مليون منغلقين عن نفسهم بيتكلموا لغة فريدة محدش يعرف اللغة دي غيرهم اللغة المجرية عدى بمراحل سياسية وحروب صعبة كتير ودايما هو بيبقى الجانب الأضعف في المشاكل السياسية دي فأكيد تقدر تتوقع تصرفات انغلاقية وخوف الناس ثقافتهم شبه بلاد حواليهم كتير في وسط أوروبا ما تحسش بفرق كبير أوقات بيبانوا بردين قوي وأوقات تحس ان في عنف في كلامهم بس ده لانك انت غريب مش عارفهم كويس لكن انت لو عندك واحد صاحبك أو زميلك مجري ما تلاقي ان الناس لطيفة عادي الناس صعبة تميزها أصلا يعني انت مساعات ممكن تحس ان هو صديق قريب قوي مساعات تحس ان هو بالراوي بس هو ببساطة انت لو ركبت اوتوبيس وفي حد كيس الزبال هيا علي الإقضاءة الحامرة دي فيها كيس الزبال لمناسبة علش مش شايفين حاجة هنا الموضوع ببساطة انت لو ركبت اوتوبيس اوتوبيس عام يعني وفي حد ركب الاوتوبيس ده مش معاه فلوس للتذكرة هتلاقي كذا حد قام وحاول يتفعله فهما ناس كرمة وعندهم انسانية ومقدمين كده لو طلبت اي مساعدة من اي حد ماشي في الشارع هتلاقيه سابل في ايده وجاء لك لو عايز تروح مكان ومش عارف تروح له ازاي هتلاقيه سابل في ايده وبص في موبايله وشاف اه لا ده انت تروح كذا 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 يمشي على طول فهما بيحبوا ساعده جدا حتى اللي بيسأل ده ولد بيسأل بنت البنت مش هتخاف وهتساعده وما فيش اي مشكلة خالص انا بقول كده طبعا تفاهمين انا بقول كده ليه لان اه بلاش عندنا لان في مناطق كتير البنت تخاف تسأل راجل لو هي تايها وراجل يتكسف يسأل ست وبمناسبة التواهين تعالوا نتكلم عن المواصلات في المجر المجر من اشهر البلاد في السكة الحديد حتى عندنا اطر في مصر اسم القطر المجري بيحبوا جدا تاريخهم في السكة الحديد وفخورين به دايما فيه شبكة اطارات داخلية وفيه شبكة اطارات ايه اطارات دي؟ وفيه شبكة اطارات تانية لبقيت مدن اوروبا وسريعة جدا العاصمة بودابست فيها حوالي ست طرق مواصلات رهيبة سريعة وضقيقة في معاعدها مايكل بيحكي لنا بيقول لنا ان هو كان عنده عربية في مصر ومتعاود على السواقة بس لما سافر البودابست يعيش هناك لقى ان المواصلات حلوة جدا وهو كمان عنده اطفال يعني فبس فضل ان هو يركب مواصلات ومشتريش عربية لان كل حاجة مريحة بيقول لك مش عايز السوق تاني من جمال المواصلات الله من الحاجات الحلوة كمان انك ممكن تأجر عاجلة حتى لو انت معندكش عاجلة تأجرها وتتخص من الفيزا كارت وفيها جي بي اس المكان بتاعك والمسافة اللي انت استهب بالساعة باليوم بتوفر لك كثير قوي ووقت ما بتوصل بنت نحطها تاني في البارك بتاعها وفي كل منطقة في بارك زي كلا عشان تحطها تاني والحيث اللي يدور عليها يلاقيها في الوصف اللي موجودة على الشاشة دي الستيشن بتاعت العجل وهي معمولة بالطبقة الشمسية عشان تجيب باور وكهربة للماشين دي ان خلالها بتعمل كارت وتدفع بيه وتقدر تستردم بيه بقى العجلة هنا ما صار العجل وفيه اشارات مرور لكن فيه اشارة مرور خاصة بالعجل طبعا شايفين العربيات تكترم جدا مسافة العجل مش هتدخن في المتحركة في العجل طبعا فيه حاجات بقى زي بقية مدن ودول اوروبا اللي هو انت بتشتري التذكرة من مكان عاملة زي الاتم كده جنب المحطات فلما بتشتريها قبل ما بتركها بالمواصلة لازم تختم التذكرة دي لو ما ختمتهاش دي معناه ان انت بتتهرب من منك انت تدفع التذكرة وهتدفع غرامة حوالي الف ماي وقارب يعني الف جنيه مصري بس الكلام ده لو طلع تفتيش لو ما طلعش تفتيش انت وضميلك المواصلات شغلة 24 ساعة وفيه موعيد بتتغير شوية بعد 12 بالليل تعالوا نتكلم عن السياحة في المجر معظم الكلام هيبقى عن العاصمة بوداباست حلقة زي دي وحلقة المجر بالذات يعني وبوداباست العاصمة بتفكرني بفيلم انا بحبه جدا 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 فيلم The Grand Hotel of Budapest الفيلم ده من احلى الافلام اللي شفتها في حياتي العاصمة هي المركز الثقافي والسياسي والاقتصادي للمجر وهي من اكتر البلاد الجميلة والاكتر حيوية في اوروبا كلها وبوداباست هي اهم مدينة في البلد اهم مدينة في المجر طبعا العاصمة هي مدينة حيوية جدا وصحية بالليل والنايت لايف بتاعتها تجنن ناس كتير بتيجي من النمسا ومن المانيا عشان يروحوا يتبسطوا هناك مشهورة بالبراط والحفلات الليلية هم فعلا معندهمش موارد طبيعية زي بحراء وكده يعني ومحدش فعلا هيروح مخصوص للمجر طبعا فيه يعني بس قليل بس هي بتكون من ضمن رحلة كبيرة لأوروبا يعني مثلا واحد يقول لك السنة دي انا هروح رحلة عادي على باريس وبرلين وبوداباست ومثلا دوبروفنك في كرواتيا فهو ايه جولة كده يعني والمجر حاجة في النص وهتلاقي ناس كتير قوي ماشيين في الشارع في العاصمة وهما لابسين شنط أو مسكين شنط في ايديهم عشان هما بس ايه يعني معادي يعني او بتبقى رحلة قصيرة لناس اوروبيين اصلا في بوداباست استغلوا مباني قديمة من فترة الشيوعية معمولة بالديكور القديم والطوب الحجري المتهالك لكن بدل ما يهدوها عملوها زي كازينوهات ليلية وبقى الديكور من جوه حاجات قديمة اول ما بتدخل جوه بتحسي احساس غريب الاضاءة مع الدخان مع الديكور حاجات غريبة جدا بوداباست فيها ثراء ثقافي كبير في الشارع وعلى الاهاوي في البراط هتلاقي فلسفة وسياسيين وفنانين ومنهضين حريات كلهم في الشوارع وفي البراط بيتكلموا مع الناس لحد الصبح اه ماشي الناس بتنام بدري بس الاماكن السيحية صهرانة عادي بوداباست اه اسمها كده بالانجليزي بس بالمجاري المجاريين بينطقوها بوداباست لان الاس في المجاري هي بتتنطق شين اش والاس زد هي اللي زي الاس وهي اسمها كده عشان هما كانوا مملكتين منفصلتين خالصة بودا وباشت بيفصلهم عن بعض نهر الدنوب بس الراجل الملك بتاع باشت زمان احب يتجوز الملكة بتاعت بودا فاتجوزه مع بعض وكمان البلد بقيت مملكة واحدة طبعا النهر في النص بس بانوا بقى ايه كبار كتير في الكرن التسعتاشر بس القسمين دول البودا وباشت مختلفين خالص عن بعض تحس ان هي دي بلد ودي بلد تانية بودا رسمية قوي وكلاسيكية وفيها اغلب السفارات والاماكن الرسمية اغلبها فيلل والسكن فيها غالي اصلا مفيهاش نايت لايف والانشطة الليلية مش موجودة فيها لكن بشت حيوية اكتر صحية وصهرانة الحياءة فيها ارخص فيها محلات كتير حيوية اكتر كده حتى الاحتفالات بتتعمل هناك بلد مليانة تاريخ وحضارة وثقافة انت طول ما انت ماشي في الشوارع حتوه لانك انت عايز تروح في كل الاماكن في نفس الوقت انا عايز اروح هنا وادخل من هنا واطلع من هنا حتوه وانت مبسوط فيه علعة هناك اسمها ده سيتا ديلا دي في مكان عالي فوق تطلع فوق بقى على هذا باسمها جاليرت ودي في بودا على الجانب الغربي من نهر دانوب اتفرق بقى من فوق كده على النهر وعلى المباني وعلى الكباري كل ده بقى ايه في فيو واحد الله المنطقة اللي حوالين سيتا ديلا هي اقدم منطقة في بودابست كل مبانيها هو ميكس ما بين المباني اللي معمولة بالطراز الميديافيلي والطراز البروكي القلعة دي اتبنت في الكرن التلاتاشر يعني 1400 وحاجة كانت البيت اللي بيعيشوا فيه ملوك المجر وخلال بقى السبعمائة سنة اللي فاتوا دول عدت حروب بقى وبلاوي على الستاذلة دي اتهدت واتبنت كتير من كتر اللي حصل فيها يعني بعد كل حرب بعد كل حرب يبنوها ويزبطوها جنب القلعة في كنيسة ماتياس وماتياس هي كانت ايام الحكم العثماني هناك لما راحوا هناك ابعد بقى ابعد بقى ما تزعلش خلاص خلاص العثمانيين حكموا البلد دي 150 سنة ايام الحكمة بتاع العثمانيين حولوا الكنيسة دي اللي جامع كانوا بيستخدموها كمسجد وبعد ما مشي العثمانيين راجعت كنيسة تاني كل اللي بيروح بدا بست بيقولك لازم تروح هير سكوير اللي هو ميدان او ساحة الابطال والميدان ده اتعمل من 120 سنة احتفالا بمرور ألف سنة على غزو المجيار للمجر والمجيار دول هم اللي اسسوا المجر في الكرن التاسع الميدان ده بقى فيه تماثيل التماثيل دي فيها تفاصيل رهيبة تنايات بقى في الهدوم وحاجات فن بقى معمول نظيف هتحسوا هم حقيقين جدا من اكتر الاماكن اللي بتتظاهر برضو هو البرلمان المجري في بشت ده على الطراز الكوتي اللي هو الجافيك اتعمل على شكل البرلمان البريطاني من جو استخدموا كمية دهب وهما بيبنوا المبنى ده في التصميم والديكورات بتاعته حوالي 40 كيلو دهب هو رهيب المبنى من جوه ورهيب من بره ورهيب من بعيد وهو موجود على نهر الدانوب من الحاجات المشهورة بيها بودابيس العاصمة الحضائق العامة في كل حي في حديقة زي اللي وراي تختلف طبعا في المساحة وفي المعدات والحاجات الموجودة فيها الوقت بيبقى فيها معدات رياضية الجيم كامل مفتوحة مجانا في الشوارع لأي حد عايز يستخدمها مفتوحة لاستخدام الناس طبعا فيه مراجيح للأطفال وحاجات تستخدم كل ده مفتوح للمغرة مجانا وتنفس كمان للبيئة بعد كده هتروح من مكان ده اللي انا مش عارف انتقوه خلع اسبع عشرة ودي معناها حصن الصيادين برضو ده اتبنى احتفالا ب120 سنة على تأسيس المجيار للمجر بص المبنى عامل زي ديزنيلاند ده التاني اكتر مكان بيتظهر في بودابيسط بعد كده يروح بازيليكة سان ستيفن هي كبيرة جدا بتستوعب يدخل جواها 8500 شخص شكلها مبهر من جوا ومن برا عشان تدخل بتدفع فلوس تبرع بسيط كده بس بودابيسط فيها اكتر من 200 متحف زي مثلا المتحف المجري القومي وده جوا تاريخ اكتر من 1000 سنة جوا المتحف ده لبسوهم جواهراتهم ادواتهم كل حاجة استخدمت خلال الالف سنة اللي فاتوا موجودة جوا المتحف ده نتكلم عن الامان في المجر هو شعب هادي وصامت هتلاقيهم كده هاديين بس ممكن انت واقف مثلا على محطة الاوتوبيس زي ما حصل مع مايكل ان تلاقي واحد عمالي الكلام بصوت عالي قوي ويزعق وبتاع ده عشان هو سكران اللي بيحصل ان هو ممكن يلاقي حد فيتكلم معاه ويحكي له عن المشكل اللي هو بيمر بيها لانه غالبا بيبقى عنده مشاكل للراجل ده وده مش دليل على خطورة الراجل ان هو لما زعق عادي بيحصل كتير من غير محد ما يلمس حد يعني هو بيحكي له على مشاكله كده وهو واقف بعيد عنه شوية بلا مسوش احنا بقى له بصينا على معدلات الجريمة اللي موجودة في اوروبا بالتحديد المجر من سنة 2016 ل2018 سنلاقي ان المجر واخد المكان القليل القوي ده عدد الجرائم اللي فيها قليل جدا مقارنة مع بقية دول اوروبا ودي حاجة كويسة جدا لان مثلا لمس الشخص يعتبر جريمة في الثقافة بتاعته ان حد يلمس حد كده يعني هو انت ركيب اوتوبيس لو لمست حد دي فيها مشكله فعلى قد ما تقدر وانت في المجر حاول لو ركيبت اوتوبيس تبقى بعيد شوية جوابوا لمونة وكلام ده لا مفيش تحرش ولا معاكسات ولا بيتوقعوها اصلا بس لو حصل هناك الموضوع ده لو حد اتحرش بحد بتبقى ليلته سودا ده على حد قول مايكل في حاجة غريبة جدا في المجر هي ان كل حي عنده يوم في السنة اسمه يوم الكراكيب فالحكومة بتعرف كل حي انتو يوم الكراكيب بتاعكو يوم كذا كذا فكل الناس من نص الليل بيبدأوا ينزلوا كل الحاجات اللي مش محتاجينهم والكراكيب اللي في بيتهم بينزلوها الشارع عشان هما مش عايزينها فبيرموها حلو كده يجو بقى الناس اللي محتاجة والناس اللي من الكرة التانية ومش عارف ايه يجو يشوفوا ايه اللي عاجبهم هنا يلموا الحاجة وخلاص كده بس لسه طبعا الدنيا لسه فيها كراكيب في الشارع كراكيب لدرجة اللي العربيات ما بتعرفش تمشي خلاص الشارع يتقفل من كتر الكراكيب تيجي بقى الحكومة بعد ما الناس كلها تلم اللي هي عايزة تيجي تلم وتنظف وبتجيب عربيات زبالة كتير جدا عشان تنظف الصبح بتصحى ما تلاقيش ولا ورقة مرمية في الشارع الشارع مغسولة الرصيف نظيف ولا كأن حاجة حصلت وده برضو بيرجعنا للنقطة اللي انا قلتها لكم في الاول بتاعت ثقافة النظافة عندهم حاجة مهمة جدا تعالوا نتكلم دلوقتي عن الاكل المجري وبعد كده عيوب المجر بس الاكل الاول طبعا وتباست فيها مطاعم تركية او عربية او اكل حلال كتير يعني اللي هيروح هناك هتلاقي اكل باكستاني مثلا حلال فمش هتغلب يعني من اهم الاماكن اللي انت لازم تروحها ولازم تجرب الاكل بتاعها هم مكانين اول مكان اسمه The Great Market Hall والتاني اسمه Downtown Market The Great Market Hall ده هو مكان اكتر عامل زي المطاعم او عامل زي الفود كورت اللي بتباقى موجودة في المال السياح بيحبوا يروحوا الاماكن دي عشان هي بيتباع فيها الاكل اللي مشهورة بيه المجر خضار فجهة توابل وهم مشهورين بالبابريكا قوي يعني لحوم بيبيعوها سجوء مخللات هتلاقي كل حاجة بتباعها هناك هم مشهورين بانواع سجوء كتير فيه انواع سجوء بقى غريبة هم بيتفننوا كمان بالتوابل اللي بتتحط بقى في السجوء بتاعهم فيه سجوء معمول بالكبدة من الكبدة وفيه سجوء معمول بالدم اللي بالدم ده بقى بيعملو ايه بالرز وبالتوابل والدم كل ده جوا السجوء ايه بيحبوه جدا مش عارف ليه فيه مكان اسمه Retro Language بيبيع ايه بقى بيبيع حاجة عاملة زي البيتزا كده بس العجينة بتاعتها محمرة ومقرمشة فوقيها بيحطوا حاجات كتير بقى انت اللي تختارها براحتك يعني بس الكلاسيك عادي لو انت ما طلبتش حاجة هيحطولك سور كريم وجبنة فيه اكلة عندهم مشهورة جدا شربة الجلاش وهي اشهر اكلة مجري بيأكلوها كمان مع هريسة الشطة وهريسة الشطة دي حاجة بيحبوها جدا بيحطوها على اي حاجة الشربة بقى عبارة عن ايه هي كطع لحمة صغيرة ومكارونا صغيرة كور كده عاملة زي لسان العصفور صغيرة خالص بيعملوها مع خضار وصلصة واعشاب كتير طبق شربة بقى جلاش طب ليه بيسموها جلاش فيه اكلة كمان هي فراخ بالبابريكا هي فراخ بصوص البابريكا فوقيها كريمة البابريكا بيحطوها بقى على اي حاجة على لحمة على سجق على فراخ على مخلل اي حاجة بابريكا الحلويات بقى فيه حاجة عندهم هناك اسمها دوبروش كيك هي كذا كيكة فوق بعضها طبقات رفيعة خلص 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 كيكات 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 في النص كريمة ومن فوق كرامل خلاص فيه كمان حلويات عندهم اسمها كريمس هي مشهورة في دول اوروبية كتير عاملة زي ملفاي كده هو كاسترد فانيليا ما بين طبقتين يعني عاجينة وعاجينة وما بينهم الكاسترد بالفانيليا بتبقى مقرمشة بتتشرب بقى مع القهوة كده تعالوا دولوقتي نتكلم عن عيوب المجر احلى فكرة احلى فكرة دولوقتي عيب من العيوب اللي هم ناس منغلقين قوي على نفسهم هم عندهم لغة ماحدش بيتكلم باللغة دي تاني في العالم كله وقلال قوي اللي بيتكلموا انجليزي واللي بيتكلموا انجليزي بمكسفين ومتوترين قوي هما بيتكلموا انجليزي فدي مشكلة انت بعد تستخدم جوجل ترانسليت مشكة لا تشك علي في بعض الكلمات المهمة اللي ممكن تساعد اي حد جاي جديد المجر هي كلمة يوري جات يوري جات بنقولها زي صباح الخير بس بيخلص استخدامها بدري يعني على ساعة عشر ما تلاقيش حد بيقولها بعد ساعة عشر الصبح كده يبتد يقوله يونابوت دي كلمة بتكمل معك على مدار اليوم قرب بقى الليل كان يبتد يقوله حاجة يعني زي تصبح الخير او مساء الخير في كلمة تانية مهمة اسمها فيسلات يعني مع السلامة او يعني تصحبكم السلامة او باي باي بدي تألف الاخر كلمة مهمة تانية كلمة كوسونام كوسونام يعني شكرا فكلمة مهمة قوي ان تقول كوسونام والرد بتاع بيبقى هالو تانية مشكلة هي الاقامة انت الاقامة مش حينفة تطلعها الا اذا كنت بتدرس دي اسهل حاجة انك انت لو بتدرس الاقامة بتاعتك هتطلعها كويسة لكن اقامة العمل مزعجة ومتعبة لان الشركات بتبقى غالية عليهم وهم مش عايزين يدخلوا بقى في الدوشة والصداع بتاع الاقامات ده فبيفضلوا ان هم يعينوا ناس من اهل البلد او ناس اصلا عندهم اقامة لكن لو في هناك شركات دولية مش مجرية فبيبقى الموضوع ده بالنسبة لهم سهل لانهم معهم فلوس الشركات دي يعني فبيقدروا يجيبوا ناس من بره عندهم نسبة كبيرة من البطالة ونسبة كبيرة قوي من الشعب اصلا بيشتغلوا بره 10% من الناس بيشتغلوا بره المجر ففي الشغل فتخيل بقى لو واحد مثلا عربي رايح المجر عشان يدور على شغل وما يعرفش اللغة اصلا طبعا مش هيلائي بس هو في امل عشان مثلا الشركات دولية مثلا انت لو اي تي مثلا بتشتغل في اي مجال من مجالات ال اي تي هتلاقي هتلاقي شغل هناك بزي بقى مثلا لو انت كمان بتشتغل في خدمة العملة ومعاك لغة تانية من بقية لغات اوروبا فده هيبقى اسهل بكتير انك انت تلاقي شغل هناك في الشركات دولية بس برضو السؤال هنا انت ليه تشتغل في المجر لما ممكن تشتغل نفس الشغلانة دي بضعف المرتب او باضعاف المرتب ده في اي دولة تانية من دول اوروبا وعشان كده الناس اللي في المجر بيمشوا اللي بيروح المجر ده ياما رايح عشان هو متجوز مجرية مثلا او عشان هو عنده مشروع في المجر او عشان دي خطوة اولى عشان بعد كده يروح اي دولة تانية من دول اوروبا يعيش فيها ويستقر ومحدش كتير بيروح سياحة لانها تعتبر مملة خلصت الحلقة النهاردة انا عايز اشكر مايكل ماجدي مايكل عمل كل حاجة في الحلقة دي احنا بس عملنا مجهود صغير خالص كده ريتاتشز على الاسكريبت وخلاص فهو اللي كتب الاسكريبت وده يعتبر اول اسكريبت يتكتب لنا من حد فشكرا جدا 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 لك يا مايكل انا بحب البرنامج ده جدا وبتفرج على كل حلقات وكنت من زمان بتابعه كنت بشوف حلقات البلاد اللي انا ممكن ازورها والبلاد اللي ممكن اخططنا انا من لها رحلة لكن عمري بكنت بلايق حالة المجر خالص وانا جاي المجر لكن ما كنتش هتخيل ان انا شارك في عدد حالة المجر فانا مبسوط جدا اتمنى لك التوفيق يا بسام وربنا يوفقك في كل الفيديوهات اللي بتعملها وبرنامج فعلا ممتاز اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير وما تسسوش تعملوا الشراب اهم حاجة السبسكرايب ده اشتركوا في القناة واستنونا في الحلقة الجاية من بيسوهات انا خلست يا ماما اشتركوا في القناة